السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في قناتي اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو سنتمم نص الوظيفي تحت عنوان مات مجلنان ولكن من مرجع مرشدي في اللغة العربية للمستوى الخامس ابتدائي الوحدة الثامنة بأسبوع 30 من مجال الصحة والتغذية والريادة والأصفار إذن رأينا في الحصتين السابقتين أقرأ وأفهم وكذلك أحلل وأناقص من هذا النص اليوم إن شاء الله سنرى الحصة التالية تحت عنوان أستثمر وكذلك أبحث إذن سنحاول أن نقرأ الأسئلة من خلال الكتاب المدرسي أو كتاب تلميذ ونجيب عنها باستعمال الورقة كما أفعل معكم دائما إذن قبل أن نبدأ أتمنى لكم رمضان مبارك سعيد والله يدخلوا عليكم بالصحة والعافية إن شاء الله وبتطلع عمر والله يرفع فيه البلاء والله يرفع عنا فيه البلاء وهذا الوباء يا ربي ونلتاقوا إن شاء الله مع بعدياتنا لا فاقدين ولا مفقودين وكذلك أتمنى إذ أعجبكم الفيديو أن تشاركوا مع أصدقائكم وأن تضغطوا على الزر سبسكرايب أسفل الفيديو وتفعيل الجرس ليصلكم جديد كل قناتي وكذلك وأستسمح على هذه المقدمة ولكن فعلا شكرا 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 جزيلا على تعليقاتكم الجميلة سواء كيفما كانت سواء في تصحيح أخطائي أو أي شيء فشكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم أعيدها وأكررها فعلا أحبكم وأتمنى أن نظل هكذا وإلى أن تكبر إن شاء الله قناتنا التي أتمنى أن يكون دائما فيها الجديد إذن لكي لا أطيل عنكم أبدأ بالسؤال الأول اكتشف الكلمة الدخيلة عدس زيت لوبية جلبان سميد إذن إذا لاحظتم هنا كل من عدس لوبية جلبان سميد فهي عبارة عن أغذية صلبة إذن زيت عبارة عن أغذية وهي سائلة إذن الزيت هو الكلمة الدخيلة في هذه الكلمات السؤال الثاني دع سطرا تحت الكلمة أو العبارة التي لا تنتمي إلى عالم الرحلة والسفر شحن إذن رأينا شحن مراكب زاد طريق البحرية الرحلة رسة السفن قائدا الإبحار الإرساء الملاحون الأرض الثمار العاصفة إذن إذا لاحظتم كل هذه الكلمات هناك الكثير منها في النص مات مجلان ولكن شحن موجودة كذلك مراكب موجودة زاد موجودة طريق بحرية غير موجودة ولكن بما أنهم واجهتهم عاصفة في وسط البحر إذن فهناك طريق بحرية الرحلة موجودة رسة السفن موجودة قائدا موجودة الإبحار موجود إرساء موجود الملاحون موجود الأرض موجودة الثمار موجودة والعاصفة كذلك موجودة ولكن الكلمة الدخيلة التي لا علاها ليست لها علاقة بعالم الرحلة والصفر هي كلمة الثمار مفهوم إذن هذه هي الأجوبة استخرج حدد شفهيا أضاد الكلمات التالية مدل الإرساء ضدها الإبحار نحن سنبحث عن ضد كل من شحن أمن صافية إذن الجواب هو كالآتي إذا لاحظوا هنا في هذه الورقة لدينا إجابة عن السؤال أول كلمة الدخيلة كما قلت زيت الكلمة والعبارة التي تنتمي إلى عالم الرحلة والصفر كما قلت الثمار أما الأضاد شحن بمعنى إفراغ إذن شحن المراكب أو نقول أفرغ المراكب شحن المصدر إذن سنقوم بكتابة كلمة كذلك المصدر نتبهوا جيدا بالنسبة للأضاد الكلمات أو معاني الكلمات دائما نحاول أن نكتب الكلمة على نفس الوزن للكلمة التي نريد شرحها أو التي نريد ضدها إذن لدينا هنا شحن المصدر إذن إفراغ كذلك ستكون مصدر أمن المصدر إذن ضدها يأس أو قنوط كما نقول صافية ضدها معكرة أفهم؟ ننتقل للإجابة عن سؤال موالي استخرج من النص جملة تتضمن فعلا مضارعا إذن سنحاول أن نقرأ النص مات مجلان ولكن لنستخرج الجملة جيد إذن بعد قراءتكم سنحاول أن نستخرج هذه الجملة كما تراحدون هنا تعويض ما نفد من الدخيرة حتى تأمن خطر البحر وعذاب الجوع إذن هذه الجملة موجودة في هذا النص سأريها لكم تلاحظوا جيدا هنا هايوا لإصلاح ما تعطب من المراكب وتعويض ما نفد من الدخيرة حتى تأمن خطر البحر إذن هنا لدينا لدينا حتى إذن حتى التي كتبتها بلون أخضر إذن قلنا بأنها تفيد الغاية إذن هنا توجد أنه مضمرة بعد حتى التي تفيد الغاية تأمنوا كما لاحظتم هنا فعلم ضارع إذن حدفت نونه لماذا؟ لأنه من الأفعال الخمسة وقلنا بأنه يرفع بثبوط النون وتحدف نونه إذ لم يكن مرفوعا مثل منصوب مثلا إذن هذه فقط مثال هذه الجملة نمر إلى السؤال الموالي استخرج من النص جملة تتضمن فعلا مضارعا منصوبا استخرج من النص جملة تتضمن فعلا مضارعا منصوبا هي اللي خرجنا دات صباح صاح أحد الملاحين الأرض تصور ما سيقوله مجلان وما سيقوله الركاب إذن كجواب للإستئناس سيقول مجلان اذهبوا وخدوا قصطا من الراحة بجانبي تلك الأنهار الصافية والسمتع بجمال الطهور المنونة بالألوان الزاهية وكلوا من تلك الثمار اليانعة لنتمم بعد ذلك رحلتنا سيقول الركاب نعم إنك على حق سنحاول أن نرتاح من عناء الرحلة ونزود أجسامنا بالطاقة من خلال هذه الأشياء المتواجدة هنا وكذلك سنحاول أن نعوض ما نفد من الذخيرة حتى نؤمن أنفسنا من خطر البحر في رحلتنا الموالية سؤال موالي يقول صغ جملاً على منوال كل تركيب أو أسلوب مما يلي نزل الركاب فإذا أشجار مثقلة بثمار يانعة هيوا لإصلاح ما تعطب من المراكب وتعويض ما نفد من الذخيرة حتى تأمنوا خطر البحر وعذاب الجوع مات مجلان ولكن واصل الناس الرحلة والسكشاف الكون إذا نلاحظوا جيداً هنا في الجملة الأولى سنحاول سياغة جمل تتضمن نزل فإذا جملة الثانية هيوا ما تعويض ما نفد حتى تأمنوا وعرف و هنا مات ولكن وكذلك ألوا أمثلة للإستئناس نزل البائع فإذا الشاحنة فارغة من الفواكه نزل البائع فإذا الشاحنة فارغة من الفواكه هيوا لإصلاح ما تعطب من السيارات وتعويض ما نفد من البنزين حتى تأمنوا خطر الطريق وعذاب النزول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أمته واصلت دعوته ونشرت ونشرت الإسلام ننتقل إلى السؤال الموالي استخرج من النص فعلين صحيحين وحدد نوع كل منهما من حيث التجرد والزيادة كجواب إذن في النص هناك العديد والكثير من الأفعال إذن فقط هذه مثالين هذين عفوا مثالين للإستئناس إذن لدينا فعل عبر امتلأت إذن هنا تاء التأنيت فقط إذن عبر كما تلاحظون نوعه سالم لماذا؟ لأن حروفه الأصلية العين والباء والراه إذن حروف الزيادة صفر لماذا؟ لأنه لا يحتوي إذن الفعل الصحيح قلنا بأنه الذي لا يتضمن حروف العلة التي تجمع مجموعة في كلمة واي امتلأ كما تلاحظون هنا مهموز لأن حروفه الأساسية ما لا أ أم حروفه الزيادة فهي الألف وكذلك التأ افهم السؤال الأخير حول مكون البحث ابحث عن معلومات تتعلق بالجوانب التالية سيرة بنبطوطة اكتش اكتشاف أمريكا بالنسبة لإجمع صور حول وسائل النقل القديمة لنستحاولون فقط البحث عن صغيرات حول صيارات طائرات سفن ولكن كانت في الماضي إذن سيرة بنبطوطة واكتشاف أمريكا سأحاول أن أقرأ عليكم فقط نبضى عن ابن بطوطة وكذلك عن من اكتشف أمريكا ابن بطوطة هو رحالة مسلم واسمه محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن يوسف اللوائي التنجيل المكنة بأبي عبد الله ويعتبر من أكتر الرحالة شهرة بين المسلمين أمضى ثمانية وعشرون عاما في ترحاله حيث تميز بحبه للاستطلاح وعدم خوفه من ركوب السحاب في سبيل الحصول على الأخبار خرج بنبطوطة في أول رحلاته وهو يبلغ من العمر واحد وعشرون عاما وكان الحمار أول وسيلة استخدمها للسفر حيث بدأ رحلته متوجها إلى مكة لأذاء فريدة الحج وحيدا وقام بالعديد من الرحلات حيث بدأها في عام 725 هجرية أي ما يوافق 1326 ميلادية وانطلق من مدينة طنجل التي ولد فيها في عام 703 هجرية أي ما يوافق 1304 ميلادية وتنقل إلى جميع بلدان المغرب العربي والشرق والكثير من البلدان اكتشاف أمريكا يعتبر كريستوفر كولومبوس من أشهر الرحالة في التاريخ وهو من اكتشف أمريكا لكنه عندما وصل إلى منطقة سان سالفادور في الثاني عشر من شهر أكتوبر من عام 1492 كان في انتظاره قبيلة من السكان الأصليين الذين سكنوا الأرض هناك وأقاموا فيها وبالتالي لم يكن هو أول من وطعت قدماه أرض أمريكا الشمالية والجنوبية لذلك من اكتشفها الأول هم المغول الفينقيون الصينيون إيرانيون وكذلك النروي والنرويجيون إذن سنتجب أن من اكتشف أمريكا هم المغول الفينقيون إلى آخره وليس كريستوفر كولومبوس لأنه عندما ذهب إلى أمريكا الشمالية والجنوبية التقى بسكان أصليين وهناك الكثير من المعلومات هذه فقط نبدأ عن اكتشاف أمريكا وعن سيرة ابن بطوطة إذن إلى هنا انتهت حصة اليوم حول نص وظيفي مات مجلان ولكن نلتقي مع نص جديد تحت عنوان كرة القدم إن شاء الله في فيديو آخر وإلى هنا أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء مع فيديو آخر إن شاء الله وكما أقول دائما في أمان الله